الأصدقاء العزاء والصديقات العزيزات في كل مكان مرحبا تلبية لرغبة بعض الأصدقاء والصديقات بأن أقدم محتوى يتناول الشأن السياسي الكردي أو التركي باللغة العربية لأن أغلب الفيديوهات التي أقدمها في قناتي هي باللغة الكردية لتتناول شأن كردي ولكن أصدقاء كثير كتبوا لي على الخاص أنه حتى على العام أيضا أنه حاول أن تقدم لنا أيضا ما يوازي أو يقابل المحتوى الكردي باللغة العربية وسأحاول في هذا الفيديو تسليط الضوء وتحليل ما يكترف المشهد التركي حاليا من مساعي سلام وعرقلة هذه المساعي وهذه العرقلة أثبرت عن الهجوم الإرهابي التي شهدته العاصمة التركية مساء اليوم سأحاول قدر استطاعتي تناول هذا المشهد ومحاولة تفكيكه وتحليله والوصول إلى بعض الخلاصات لكن في تقديري سيطول الحديث لذلك من يود أن يحذر فنجال القهوة أو شاي أو أي شيء آخر لكل إنسان حرية اختيار ما يقوله ويفكر به ويشربه بحيث لا يضرب بنفسه وبالآخرين في البداية على الصعيد الشخصي أنا ضد العنف أي كان تبريره حتى ولو كان رد فعل يعني حتى ولو كان نتيجة لعنف فأنا العنف من حيث المبدأ السبب والنتيجة كلاهما مرفوضان لدي وكل إرهاب عنف وكل عنف ليس إرهاب لكن العنف الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات المدنية أو المدنيين اللي بيشتهلوا في مؤسسات عسكرية أو ذات طابع عسكري قولا واحدا هي جريمة وإرهاب وبتالي بأشد العبارات أدين الجريمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة التركية أنقرة مساء اليوم وراح ضحيتها العديد من الموظفين في المؤسسة المعنية بصناعة المسيرات حتى ولو أن هذه المسيرات تستخدم لأغراض عسكرية لكن الضحايا جرح وقتل مدنيين بالإضافة إلى المنفذين أيضا هذه جريمة إرهابية بكل البقائس وجريمة مدانة أي أن تكون المبررات وخاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها تركيا بعد الانفتاح انجاز التعبير بين الأحزاب السياسية وبعد المبادرات التي يجتم منها بأن المسألة الكردية أو الملف الكردي بات على طاولة القرار السياسي سواء على مستوى أحزاب المعارضة أو الأحزاب المشكلة للسلطة وأعني بالذكر حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرف المتحالف مع العدالة والتنمية جريمة كهذه ضمن الظروف وحديث الساعة في الإعلام التركي قولا واحدا سواء كان المرتكب أي يكون من حزب العمال الكردستاني أو أطراف لا تريد الخير لتركيا من داخل الدولة العميقة فهذه الجريمة واضحة أنه الهدف منها نسب هذه المساعي والتفاهمات التي جرت بين عبد الله أجلان والاستخبارات التركية فمن جانبي أدين بأشد العبارات هذه الجريمة كأن من كان المرتكب سواء كان أطراف من الدولة العميقة وبشكل مباشر حزب العمال الكردستاني أولا بالقياس مع الاستهدافات الأخرى السابقة وزارة الداخلية التركية في هذه الجريمة يعني في تقديري تحركت بمسؤولية عالية ولم تطلق الاتهام فورا وبشكل أوتوماتيكي لم توجه أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني في المرات السابقة يعني كل ما دأ الكوز بالجرة أو حدث اشتباك ما سواء كان حقيقي أو مختلق أو مفبرك دائما على زمن سليمان سويلو وزير الداخلية السابق فورا من المرتكب حزب العمال الكردستاني يعني دون أن يأخذ التحقيق مجرى أو يعني يصار إلى تحليل الجنائي ولملابسات الاستهدافات السابقة في هذه المرة لا أنا لاحظت يعني أنه لم يصار إلى اتهام حزب العمال الكردستاني فورا بشكل مباشر حتى بعد مضي ساعات على الجريمة الهجوم الإرهابي يعني آخر تصريح أنا شفته على سينة الترك القناة التركية الأخبارية وزير الداخلية علي يارليكايا لم يقل يعني أنه حزب العمال الكردستاني يعني لم يتهمه بشكل مباشر إنما قال أنه الشبهات أو الاحتمالات تتجه نحو حزب العمال الكردستاني لم يؤكد ولم ينفي أبقى الأمر لأيام القادمة لربما يعني هناك غرض من الدولة التركية إنه لا يطلقوا التهمة بشكل مباشر لربما استخدموا هذه الجريمة كورقة ضغط على أجلان أو على حزب هادب الحزب المساواة والديمقراطية وما بعرف شو جناح العلني والقانوني لحزب العمال الكردستاني في البرلمان الممثل في البرلمان التركي وفي البلديات التركية ربما في الساعات القادمة يصار إلى إصدار بيان رسمي أنه حزب العمال الكردستاني هو المتحم البوشر طبيعة الحال يعني البوليس التركي الاستخبارات التركية ستتحرى عن الأشخاص اللي نفذوا هذه الجريمة العرابية وسيتبين يعني هم يعني لأي جهة سياسية تابعين أو منتسبين سيتضح الأمر يعني لكن بالمحصلة ما لفت انتباهي أنه هذه المرة كان هناك قدر عالي من المسؤولية والحذر في توجيه التهمة وهالموضوع يعني كان مختلف عن المرات السابقة لماذا هذا الاستهداف ولماذا أنقرة ولماذا مركز حساس للمسيارات طبعا أنا يعني حتى ولو السلطات التركية الآن وأنا أسجل هذا الفيديو لم تتهم حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر وقطعي طبقا للأدلة المتغفرة لديهم لكن أنا أتهم حزب العمال الكردستاني لماذا؟ طبعا هذا له جانب تحليلي ويعني حسب المعلومات التي رشحت من وسائل الإعلام أنه أحد الأشخاص من مناطق الكردية وانتسب لحزب العمال الكردستاني ومصادر أخرى أنه بعض المؤيدين لحزب العمال الكردستاني صاروا يعني ينشرون صور المرتكبين الإرهابيين ويعني اعتبروهم أنهم شهداء ومقاومين وما إلى ذلك هذا أولا اثنين المكان المستعدف يعني مؤسسة مش بس ذات بعد اقتصادي نتيجة يعني بمليارات الدولارات خدمة الاقتصاد التركي هذه المؤسسة المعنية بالتصنيع المسيرات أو المعنية بعلوم الفضاء والطيران والتصنيع المسيرات من جهة تانية الكثير من الاستهدافات لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا في مناطق الإدارة الزاتية الديمقراطية مناطق قسادو فيدو في مناطق حزب العمال الكردستاني وحتى في مناطق جبال قنديل المسيرات التركية كانت ذات تأثير عالي صحيح أن هذه المسيرات لم تستهدف جميل بايك لكن استهدفت يعني الكثير من القيادات وأحرجت حزب العمال الكردستاني لأن حزب العمال الكردستاني ينكر وجوده في القامشلي والمسيرات وتأتي تستهدف قياد بارس في حزب العمال الكردستاني داخل القامشلي وبذلك يعني على أساس أن حزب العمال انتقم أو ثأر وراح استهدف أنه كما هذه المسيرات تستطيع الوصول إلينا نحن أيضا باستطاعتنا الوصول إلى أنقرة إلى قلب العاصمة التركية وإلى مؤسسة حيوية ومؤسسة اقتصادية ومؤسسات طابع عسكري أمني كهذه المؤسسة ووصلنا واستعدفنا وما إليه يعني نوع من الاستعراض استعراض القوة فيه هذا أيضا سبب يضاف إلى يعني يعزز التهمة على حزب العمال الكردستاني السبب الثالث التصريح الذي أدل به صلاحة دين دمرتاش يعني على حسابه على التيوتر منصف اكس وسأنشر يعني أسفل هذا الفيديو الرابط التغريدة التي نشرها صلاحة دين دمرتاش صلاحة دين دمرتاش أدان هذه الجريمة طبعا هو يمثل شخصه ولا يمثل حزب الحدب أو حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية لا يمثل هذا الحزب لكن استبق الأمر ونشر إدانة ومن نص الإدانة واضح أنه ويتهم أنه الذين يقفون وراء هذه الجريمة الإرهابية وأدانها بشد عشد العبارة ويحاولون العرقلة عرقلة المسعى السياسي والتفاهم السياسي الحاصل ما بين عبدالله أجلان والاستخبارات التركية أو الحكومة التركية ويقول بصريح العبارة أنه نحن مع أجلان وسنقف وراءه ويعني يحدد تموضعه صلاحة دين دمرتاش أنه لن يكون مع أي جهة تعارض عبدالله أجلان سواء كان جهة يعني ويعني بشكل غير مباشر جميل بايك وزمرته القابعين في كهوف جبال قنديل أو في إيران مش بس يعني مش بالضرورة يكون موجود في جبال قنديل ربما يكون حاليا في إيران وأقصد قيادة حزب العمال الكردستاني متمثلة بجميل بايك ودوران كالكان وموراد كرائلان والفريق الموالي له هؤلاء هذا الفريق إذا كان موقفه مناهض للعملية السلمية وكما يبدو أنه مناهض للعملية السلمية أو إنجاز التعبير لعمل تسميتها بالعملية السلمية لأنه هذا الكلام دارج وفقراء رأييا وهذا خلاص تسليمه وإذعان من قبل أجلان للمطالب التركية وانتهت صلاحية حزب العمال الكردستاني وانتهت صلاحية أجلان أيضا يعني يأما أجلان ينهي هذا الموضوع ويعني يكافأ من الدولة التركية أكثر وأكثر وأنما أو تحرق ورقته إلى ما لا نهاية لا زال هناك دور عبدالله أجلان دور إذا خرج حزب العمال الكردستاني من تحت السيطرة وأصبح مئة بالمئة خاضع للقرار الإيراني وهو حاليا هكذا فربما يحدث هناك صدع وصدام ما بين عبدالله أجلان وحزب العمال الكردستاني يعني الانشقاق الخفي غير المعلن ما بين رأس الحزب الموجود عند الأتراك وجسد الحزب الموجود تحت الإرادة والرعاية الإيرانية هذا الحزب أصبح حاله هكذا يعني رأس عند الأتراك إنجاز التعبير الرأس الأيديولوجي والعقائدي واللي بينظر للحزب والجسد التنظيمي والاقتصادي والعسكري والأمني الخاضع للقرار الإيراني وللإرادة الإيرانية هذا الانقسام الحاصل لربما في الأيام القادمة يشهد تصادما طيب السؤال المطروح يعني لربما كثيرون لا يعلمون يعني شو التفاهم اللي جرى بين عبدالله أجلان والدولة التركية عبدالله أجلان أسس حزب العمال الكردستاني في 1978 كان شعار هذا الحزب في وقت ذاك خليط من التطرف اليساري والمسعى القومي الكردي في سقطه الأعلى تشكيل كردستان الكبرى والنظام الحاكم في هذه الدولة سيكون نظاما اشتراكيا ماركسيا لينيا و يعني بهال خليط هذا لكن هذا الحزب وعبدالله أجلان كشخص يعني بعد تأسيس الحزب وإعلان تأسيس الحزب بسنة أو أقل من سنة يعني الحزب تأسس في نوفمبر نهاية نوفمبر 27 28 نوفمبر 1978 وأجلان في 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 صيف في صيف 1979 هرب إلى السورية دون أن يخبر اللجنة المركزية يعني ترك رفاقه هكذا طبعا التبريرات تبريرات حضن الله وجلان أنه تنبأ بحدوث انقلاب 12 أيلول 1982 12 أيلول وين وصيف 79 وين يعني شو هالتنبؤ الغريب كانت مبررات عبد الله وجلان يعني أنا صدقته عندما كنت موالي عندي هذا الحزب والكل صدقه في هذا الخصوص عبد الله وجلان بقي في سوريا في 1982 كان مع المنظمات الفلسطينية في الاشتياح الإسرائيلي للبنان ب82 مقاتلي حزب العمال الكرنستاني ضمن الفصائل الفلسطينية أبدو يعني شجاعة في القتال والمقاومة ورح منهم يعني تقريبا بحدود عشر مقاتلين فقدوا حياتهم ومن 15 إلى 30 عنصر أيضا كانوا يعني ضمن الأسرة الذين أطلق صراحهم بعد خروج من نظمة التحرير من بيروت مع الذين أطلق صراحهم من الفصائل الفلسطينية ووقت ذاك حافظ الأسد منح معسكر البقاع لحزب العمال الكرنستاني في 82 83 كان معسكر لإحدى الفصائل الفلسطينية وبعده صار لحزب العمال الكرنستاني بأمر من حافظ العسد بقي الحزب نرشطا في لبنان وفي سوريا ويستقضب الأكراد السوريين بخاصة في فترة نهاية الثمانينات وفي يعني مطلع التسعينات وحتى منتصف التسعينات في بداية التسعينات في 92 بدأت الضغوط على حزب العمال الكرنستاني عبدالله أجلان كان يتنقل ما بين لبنان وسوريا يعني ضمن القنوات العسكرية للمخصصة للفصائل الفلسطينية وحزب الله الأتراك ضغطوا على حزب العمال الكرنستاني الأمريكيين ضغطوا فطر حافظ الأسد لإغلاق معسكر البقاء وفتح ثلاث معسكرات في دمشق لصالح الأسد في السبعة وثمانين اعتلت صحته في السبعة وتسعين عفوا في تمانة وتسعين حشدت تركيا قوات على الحدود في أكتوبر وجرى إبرام اتفاق أضناء الأمني بوساطة مصرية رئيس المخلوع الحصني مبارك وطرد أجلان من من سوريا والمخابرات السورية يعني مررت صورة الجواز السفر المزور لعضل الله أجل وكان زبا يعني قبرصي أو يوناني ف واعتقل وهو في الطيارة قال أنا أمي تركية وأريد أن أخدم تركيا وأنا أحب الشعب التركي يعني كل يعني كلنا ظننا أنه تحت تأثير المخدر أو مجبر أو مكره قال في الطائران أنا أقول ذلك عن طيب خاطر وبإرادة ودون ضغط أو إكره لكن بعد مرور ستة سبعة أشهر وبدء المحاكمة أيضا أمام المحكمة قال أنا لم أتعرض للتعذيب وأريد خدمة تركيا وأعتذر من أمهات الجنود القتلة ووصفهم بالشهداء جنود الأتراك القتلة وصفهم بالشهداء إذا كان جنود الأتراك شهداء هذا يعني أنه مقاتلي حزب العمال الكورستاني رهبيين يعني لا يمكن أنه الاثنين يكونوا شهداء مش معقول يعني هذا الكلام خاصة أنه عبد الله أجلان تجاهل الاعتذار من أمهات المقاتلين الأكراد والمقاتلات الأكراد ضمن حزبه ركز في اعتذاره على أمهات الجنود القتلة الأتراك وصفهم بالشهداء أيضا في تلك المحاكمة أبدأ كل أشكال وصنوف التنازل لدولة تركية كل كتب أجلان التي صدرت على أنها مرافعات وتصريحات عبد الله أجلان عبر المحامين كلها تحاول إعادة الاعتبار للدولة التركية ولمصطفى كمال أتا ترك ويمدح مصطفى كمال أتا ترك ويقول أنه لم يكن عدو الشعب الكردي إذن من سحق انتفاضة الشيخ سعيد بيران ومن أعدمه إذا كان مصطفى كمال أتا ترك ليس عدوا للشعب الكردي من سحق انتفاضة ديرسم وأعدم قائدها سيد رزا إذا لم يكن مصطفى كمال أتا ترك عدوا للشعب الكردي من سحق انتفاضة أغري كل التمرد والانتفاضات الكردية التي شهدتها كولستان تركيا تعرضت للسحق والمعق من قبل مصطفى كمال أتا ترك لكن أجلان في سجنه ذكر يعني أنه مصطفى كمال أتا ترك تعرض للتشوي والغبن وليس عدو للشعب الكردي وأبو عبدالله وجلان ليس عدو للشعب التركي طبعا هذه التصريحات وهذه المراجعات إنجاز التعبير نسميها مراجعات يعني فيها قدر كبير من الخزلان والخيبة ويعني الآن عندما نرى عندما نرى مثلا يحيى السنوار يفقد حياته دفاعا قضيته محما كنا مختلفين مع يحيى السنوار ومحما كانت مواقفه سلبية من الثورة السورية من الأكراد لكن يبقى أنه فقد حياته بين أهله وبين الركام المدينة المدينة صحيح هو وتنظيمه تسبب فيما جرى وما حدث في غزة لكنه بقي مستمرا نأتي إلى حسن نصر الله وقيادات حزب الله أيضا قدت هذه القيادات ولم تهرب لم تأت يعني لم ترتعت فرائصها ولم تهرب يعني توارت عن الأنظار كذا لكن بقيت يعني في خنادقها لم تغادر وقضت يعني بصرف النظر أنا عندي مواقف كتير وانتقادات شديدة لإيران وأذرع إيران سواء كان الجهاد الإسلامي حماس حزب الله لكن مقارنة مواقف هؤلاء وصمود في خنادق ودفاع عن قضاياهم حتى ولو يعني لم نكن مقتنعين مثلا أو لدينا ملاحظات أو انتقادات على هؤلاء إلا أن مقارنتهم بعبد الله أجلان يعني يعني فارق كبير عبد الله أجلان أسس الحزب ولم يمضي سنة هرب شتم أتاتورك والدولة التركية ورفع صقف المطالب إلى الحدود القصوى الغير الممكنة بعدين تنازل عنها بعدين صار يمدح مصطفى كمال أتاتورك والجمهورية التركية ويقلل من الانتفاضات المشبثة بل يطعن بالانتفاضات الكردية ويطعن في الراهل الكردي عبد الله أجلان وصف الكرد في سوريا بأنهم مهاجرين قال أنه لا يوجد كردستان في سوريا قال أنه لا يوجد قضية كردية في سوريا قال أن الأكراد في سوريا مهاجرون وأنا أعيدهم إلى الشمال وهذا يرضي النظام السوري قالها بالفم الملعان في الستة وتسعين ضمن حوار المنشور في كتاب أجرى الروائي والكاتب الصحفي السوري نبي الملحم كل هذه أعادة عن تلك الحوارات ونالك أطناء من الوثائق تدين عبد الله أجلان عندما كان في سوريا وكيف كان يعني متعلو ويعني يمدح العلوية وغارق ومتمرغ في مستنقع العلوية السياسية وأولا الشخصية ليس علوية إنما الانتهازية الموجودة عند شخصية عبد الله أجلان والارتعاده يعني والرعب الموجود فيه إلى ذلك عبد الحليم خدام في مذكراته عندما التقى آخر مرة مع عبد الله أجلان كم كان شخصا مهزوزا مرعوبا يعني الآن عندما أراجع صدام حسين طاغية طاغية يعني لكن صدام حسين أمام حبل المشنقة رفض رفض أن أن يوضع الكيس أو في رأسه يعني وواجه الموت كما يعني يواجه القادة لكن عبد الله أجلان ارتعد وهارب من الموت ويخاف حتى الآن يخاف من الموت يعني يعني هو كان ديكتاتور لكن لكن جبان كان ديكتاتور وانهزامي تاريخ وتجربة عبد الله أجلان التفاهمات الأخيرة التي سأتي على ذكرها لكي يكون الرأي العام العربي مطلع على شخصية أجلان وتكوين أجلان وجانب من تجربته وسيرته عندما كان زعيما وما زال يعتبر على أنه زعيم في يوم من الأيام أنا أيضا كنت أظنه زعيما لكن بالمراجع والتدقيق والتمحيص والمقاربات اكتشفت أنه أنا على خطأ يعني جسيم في 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 اعتباراتي وتقييماتي السابقة قبل عكس يعني كان هناك وهم لدينا حيال عبد الله أجلان التفاهم المؤخرا يعني اللي يعني تكشفت ملامحه عندما تجه دولة بخشلي في البرلمان التركي لمصافحة عناصر أو الجناح العنني لحزب العماء الكرساني في البرلمان التركي واقصد حزب الشعب والمساوى هذا دم بارتي أو يعني وفيما بعد دولة بخشلي قال فليأتي عبد الله أجلان إلى البرلمان التركي ويصرح ويتحدث ويقول أنه نلقي السلاح ويعلن يعني ترك الحزب للسلاح وحل الحزب طبعا هذه الدعوة لقد ترحيبا من الحزب الحاكم شريك حزب الحركة القومية وأقصد حزب العدالة والتنمية ومن أحزاب المعارضة وحتى من الحزب حزب المساوات والعدالة ما بعرف شو يعني تصريح دولة بخشليك يعني تنظيم عنصري فاشي متطرف ويقول ويقول لأجلان تعا وتحدث طبعا ويقول لأجلان تعا إلى البرلمان التركي بوصفك تركيا تعا وتحدث عن حل حزب العمال الكردستاني وعن إلقاء السلاح وأنه خلص كل ما جرأ خلص تخلينا عنه طيب ماذا عن كل هؤلاء الضحايا طبعا عبدالله أجلان سيسارع ويهرع في حال الآن فتح يعني إذا فتحت له الأبواب سيأتي إلى البرلمان ويعني ربما يدعو إلى أشياء فوق تصورات حزب الحركة القومية ودولة بخشلي وأدان يعني على حزب الحركة القومية أو دولة بخشلي أو القومية الأتراك يعني يمجدون مصطفى كمال أتاترك عبدالله أجلان يمجد مصطفى كمال أتاترك يعني يهاجمون التاريخ الكردي والتمردات الكردية والانتفاضات الكردية على الدولة التركية عبدالله أجلان نفس الشيء يهاجمون كردستان العراق وقليم كردستان العراق الفيدرالي عبدالله أجلان يعتبر كردستان العراق خطر جسيم على تركيا وعلى الأمة العربية وإسرائيل تانية وخنجر من كل هذه الأقاويل الآثة تركية والبعسية يقالها أجلان يعني عمليا من حيث المحتوى لا يوجد هناك أي فارح ما بين عبد الله أجلان وتولد مخشلي هو بالفيديو بالفيديو يعني باللغة التركية يقول أنه أنا لا أجيد اللغة الكردية عبد الله أجلان يقول يعني أنا أجيد اللغة الكردية بالقدر الذي يخولني الحديث مع بعض الرفاق الحزب وأنا عمليا إيديولوجيا تركي هكذا يقول عن نفسه يعني عبد الله أجلان موجود في فيديوهات ومنشورة الفائدة التي جناها الكرد من حركة فتح الله أجلان إنها سربت جزء من فيديوهات عبد الله أجلان أثناء التحقيق معه لأن حركة عبد الله أجلان كانت متغلغة في المؤسسات الأمنية الاستخبارية الجيش كل تفاصيل هذه الحركة سربت هذه الفيديوهات التي حالياً موجودة في السوشيال ميديا وعلى نضاق واسع تدين أجلان أثناء الإفادات الأولى لأجلان والتحقيق معه في شهور الأولى أو الأسبوع الأولى لإعتقاله إنجاز التعبير بمعنى التفاهمات اللي نسميها تفاهمات أو المسعى السلمي أو يعني بصرف النظر ما يقل ويروج في الإعلام العربي على ماذا تقوم ولماذا سيرفتها دولة بغتشري أو حزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري سمعوا النقطة الأولى ألقاء السلاح والكل متفق أن حزب العمال الكورساني يعني ينبغي أن يلقي سلاح من الأحزاب الكردية المعارضة أو لشكل الأتلاف الحكومي هاي النقطة الأولى النقطة الثانية التفاهمات يعني حل حزب العمال الكورساني أيضا أيضا هذه النقطة يعني خلاص إذا حزب العمال الكورساني ألقى السلاح وحزب كأي حزب عقائدي يعيش على الدم في باحثة أمريكية ألفت كتاب عن حزب العمال الكورساني اسمها إليزا ماركوس عنوان الكتاب العقيدة والدم حزب العمال الكورساني تاريخ حزب العمال الكورساني وهي كانت صائبة في هالتوصي في هالمنشيط هذا العنوان لكتابها حزب العمال الكورساني طواحينه إعلامه خطابه كله يعتاش على الدم على القتال وعلى السلاح فإذا جرد يعني طواحين حزب العمال الكورساني التي تدار بدماء المقاتلين والمقادلات إذا توقف جريان الدم تتوقف هذه الطواحين إذن النقطة الأولى السلاح وحل الحزب النقطة الثانية مناهضة الإمبريالية والصهيونية والرجعية والمخاططات الأمريكية في المنطقة وطبعا هذا المطلب أيضا كل الأعزاب التركية متفق عليه والإيرانيين كمان متفقين عليه والنظام السوري متفق عليه كل اليمين واليسار في تركيا وفي الشرق الأوسط مناهضة الأمريكيين والإسرائيليين والمخاططات الإسرائيلية الأمريكية شو هي هذه المخاططات يعني حسب ما سرب أنه هناك يعني الضربة الإسرائيلية لإيران آتية آتية هذه الضربة والإيرانيين والنظام الإيراني ككتلة صلبة أي ضربة قاسية يعني ستخدع صدع ستخلق صدع في بنية النظام في تركيبة النظام وهذا النظام صار متعب يعني الانتفاضات والمظاهرات اللي شاهدتها في 2009 وفي السنوات الأخرى حتى قبل يعني فترة أخيرة المظاهرة اللي شاهدتها المناطق الكردية جيناء من الفتاة الكردية التي قضت تحت التعزيم كل هذه المظاهرات اللي يعني على امتداد لنقول في حدود من 2009 ولغاية الآن يعني أرهقت نظام الإيراني وعد عن استنزاف اللي شاهده النظام الإيراني في لبنان وفي العراق وفي اليمن كل هذه التفاصيل أرهقت هذا النظام أي ضرب قوير يعني حكما ستخلق صدعا وصدعا عميقا يعني في هذا النظام يخشى على ما يبدو ضمن دواء القرار أنه يتشكل إقليم فدرالي كردي في إيران وهذا الإقليم الفدرالي الكردي في إيران أكيد سيحظى بدعم أمريكي وسيتعزد ويترسخ هذا الإقليم ويصبح يعني معطوفا على إقليم كردستان العراق أيضا منطقة شرق الفراد قسد بشكل أو بآخر الآن الأمريكيين موجودين والأتراك غير قادرين يعني على التحرك في هذه المنطقة إلا عبر المسيارة وبالتالي من كردستان إيران مرورا بكردستان العراق وصولا للمناطق الكردية أو شرق الفراد لربما يحدث يعني أو يحصل الكرد على تكتل حتى ولو كان هذا التكتل يعني مفصول كمرحلة انتقالية ربما هذه الحدود تزال مستقبل ويتشكل إقليم كردي أو كيان كردي أو يعني صار الغرب والأمريكيين على وجه الخصوص مقتنعين بضرورة قيام دولة كردية في المنطقة وتركيا تتخوف من هذا الأمر وتسارع إلى حل حالة الأمر مع حزب العمال الكردستاني قبل حدوث ذلك كشيء استباقي فسيطالب عبدالله أجلان الكرد والموالين وحزبه بمناهضة الإمبريالية والصحيونية والرجعية هلا بعض الأخوة العرب كثيرا ما يقال أنه الإسرائيليين يدعمون قيام دولة كردي طبعا هذا كلام مبالغ به يعني عدنه غير صحيح لو إسرائيل بدت تساوي كيان كردي كان ساوي يعني كيان كردي حليس أو موالي أو داعم للكيان العبري الأمريكيين نعم هلا الأكراد في العراق أكراد العراق وبعد تحديد خط العرض 36 وما ترتب عليه من إقامة من تشكيل قليم فيدرالي من جانب واحد وترسخ في 92 ثم ترسخ هذا الإقليم بعد 2003 وسقوط النظام العراقي أكراد العراق مدينين لجورج بوش الأب وجورج بوش الأب للأمريكيين لكن الأكراد أكراد العراق غير مدينين لإسرائيل في هذا الموضوع يعني اللي قدم نوع من الحماية لكرد العراق هم الأمريكيين هم ليسوا الإسرائيليين حتى منطقة شرق الفرات أيضا هم الأمريكيين وليسوا الإسرائيليين في هذا الخصوص القرار قرار أمريكي وليس قرار إسرائيلي هناك تقاطعات بين اثنين لكن فيما أتعلق بالملف الكردي أبدا أنا شخصيا ككاتب ومتابع يعني الإسرائيلي التهمة تهمة أنه الإسرائيليين يدعمون الأكراد ومن الحكيم وفي بعض الأكراد اللي بيتوحموا أو هذه الأكذبة وهذه الخرافة وبيصيروا بيدعموا إسرائيل بشكل يعني مثل صداق الفيسبوكية ما فيش على الأرض لكن الأمريكيين لا الأمريكيين حتى فيما تعلق بمكافحة الحرب على داعش الأمريكيين دعموا الأكراد في هذا الخصوص فالأتراك يتخوفون من هذا الاحتمال ويبدو يبدو أنه يعني تغلغل التركي واللوب التركي في أمريكا وفي أوروبا وصل إلى أنه هناك ما يشبه القرار أنه قيام دولة كردية في إيران أو الحاق شرق الفراد بإقليم كردستان العراق وتصبح تركيا في مأزق يعني أنه إذا تشكل كيام بهذا الحجم لا مناص من أمام تركيا من يعني تقديم تنازلات مؤلمة قد يكون يعني تشكيل إقليم فدرالي أو حكم ذاتي كردي داخل تركيا كل هذه يعني في طي الإحتمالات والإحتمالات الممكنة ولذلك سارعت تركيا وتحاول تنفيذ المسألة التفاهمات مع حزب العمال الكردستاني لكن كما ذكرت الرأس عند الأتراك والجسد أو الرأس التاني والجسد التاني عند الإيرانيين إذن النقطتين الأولى مسألة تلقاء السلاح والحل ومناهضة الإمبريالية والصغيونية والأمريكية والرأس المالية والقصص اليسار والمسألة النقطة التالتة والمهمة واللي حاليا يعني المأزق مأزق حزب العمال الكردستاني وهم يعني كشفوا عن هذا الموضوع مش بس في الجريم الإرهابي اللي اقترفوها في أنقرة مساء اليوم لا مراد كريلان أيضا صرح ويجتم من هذا التصريح يعني بيان الرسمي من حزب العمال الكردستاني حتى هذه الساعة فيما يتعلق بتفاهمات عبدالله أجلان والاستخبارات التركية لم يصدر لا قبولا ولا رفضا لكن تصريحات التصريحات ومقالات الرأي وإعلام حزب العمال الكردستاني يشتف منه أو من مجمل هذه المعطيات أنه خلاص حزب العمال الكردستاني رفض يقول مراد كريلان أنه نعم نحن مع المساعي السلمية ومع القائد وفجلان ومع ومندقلها لكن هذه ألاعيب وألاعيب الحرب الخاصة وألاعيب الحرب النفسية ونرفض استخدام الزعيم زعيم الحزب ضد الحزب أو نرفض استخدام زعيم الحزب كورقة ضغط على الحزب كل ذلك ماذا يعني؟ يعني أنه الحزب العمال الكردستاني يرفض النقطة الثالثة شو هي النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة تسليم مناطق الشرق للأتراك الأتراك يعني ويسحب البساط من تحت الأمريكيين مثلا الإدارة الزناتية الديمقراطية التابعة تماما لحزب العمال الكردستاني يعني تسعى إلى عقد تفاهمات أنه يعني بطريقة أو بأخرى الأتراك يسيطروا على المنطقة ويبقى حزب الاتحاد الديمقراطي مؤسس أو مسيطر على البلاديات مثل حزب الحضب الموالي لحزب العمال الكردستاني في تركيا لديه بلاديات لديه برلماني لديه لكن إقليم إدارة زاتية حكم زاتي فدرالي لبيد مش موجود ضم هذه الجغرافية الموجودة بما فيها لتركيا مثلها مثل رأس العين مثل مناطق عفرين المحتلة وإذن منطقة كوباني كلها تضم إلى يعني المتبقي من روجا يصار إلى ضمها إلى الدولة التركية ويحصل حزب العمال الكردستاني على بعض الامتيازات تتعلق بالإدارة ما يحصل عليه في تركيا وجلانه مواظق طبعا يعني في هذا هذا القصوص لكن الرأس الثاني جميل بايك والحزب وقندي لتابعين لإيران حاليا يرفضون لأن إيران ترفض إيران ترفض أي تسوية سلمية في تركيا وإيران ترفض أصلا قطاع جزء من تعتبره من الدولة السورية وتضيفه إلى تركيا وربما إيران تستخدم للبازار هذه المنطقة أنه تمنحها للأتراك يعني في تسوية لعقاء لكن حاليا ترفض إيران ترفض تسليم هذه المناطق إلى التركيا وبالتالي أنا تقديري الهجوم الإرهاب الذي استهدف أنقرة يعني إيران تقف وراه مش بس قيادة حزب العمال الكولستاني المتمثلة في جميل بايكو من معه هل النقاط الثلاثة والعقد الكأود هي النقطة الثالثة المفصلية مسألة تسليم شرق الفراد للأتراك يعني فحاليا الوضع متأزم وبين زعيم الحزب عبدالله أجلان الزعيم الايديولوجي والزعيم التنظيمي السياسي والعسكري والذي بمثله جميل بايكو والزعيم الايديولوجي بمثله عبدالله أجلان هناك حالة من التصادم وربما تلجأ تركيا الى اخراج أجلان من السجن هو اصلا مش موجود فيه سجن هو موجود تحت الحماية التركية ووضعه في تحت الايقامة الجبرية ومسموح له بالمقابلات والتصليحات الصحفية وسيصار الى استخدام عبدالله أجلان ضد جميل بايكو لكن الأتراك لن يدخلوا في صدام مع الإيرانيين وهي مسألة قديمة وهي عقدة قديمة للموجودة في السياسة التركية الأتراك بيعرفوا منذ ثمانينات وحتى الآن انه ايران تدعم حزب العمال الكورستاني لكن لم يصار الى تقديم شكوى او تحشيط قوات او يعني تصريح حاد ضد الايرانيين في هذا الخصوص بينما يعني الأتراك دائما كانوا ضد حافظ الأسد في مسألة الدعم لأنه يعني الآن جميل بايك يتناق هو وقيادة حزبه يعني يتحركون يعني داخل ايران وقيادات وعناصر حزب العمال الكورستاني تستخدم مطار ايران وتستخدم مطار بغداد وتستخدم مطار السليمانية على مطار السليمانية ومطار بغداد يعني لا بغداد ولا الاتحاد الوطني الكورستاني بإمكانه يقول لا للإيرانيين وبالتالي القرار قرار إيراني في هذا الخصوص المنزلق اللي دخل فيه يعني حزب العمال الكورستاني بهالعملية العسكرية والتي ستتكشف يعني في الساعات أو يعني على أبعد تقدير في الأيام القادمة س يعني هذا الحزب انشق عنه عناصر لكن لم نشهد تلك الصدمة ما بين الزعيم التاريخي للحزب عبدالله أجلان والكتلة المتبقية من الحزب وللعلم يعني دكتاتورية حزب العمال الكورستاني ودكتاتورية عبدالله أجلان داخل حزب العمال الكورستاني كانت تتحرك بجناحين واحد جميل بايك والتاني دوران كالكان ولدى لدى عبدالله أجلان مواقف حادة من جميل بايك مثلا في 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 1999 في روما قبل أن يغادر عبدالله أجلان روما إلى نيروبي أجرى حوارا مع كريسكو تشيرا الصحفي والكاتب الفرنسي نشر وترجم إلى اللغة العربية ونشر في مجالة الوسط اللندنية وقت ذاك كريسكو تشيرا يطرح سؤال على عبدالله وجلان أنه جميل بايك يعني الرجل الثاني ليس هو الرجل الثاني في الحزب لأنه وقته يعني مصير أجلان كان قلق أجلان يرفض الرجل الثاني أنه يرفض أن يأتي جميل بايك بعده لقيادة الحزب ويقول أنه لا يوجد رجل ثاني وحزبنا لا يتعامل معه بالأرقام يعني ثاني وثالث والقصص ويستهدف ويستهدف جميل بايك أنه ترك الحزب مرتين دون علم الحزب وأنه شخص فرداني وشخص ذاتي وشخص عناني قلبه طيب ويعني وطني وكذا من هالقصص لكن يشنع فيه وقتل الكثير من رفاقنا دون محاكمات وقتل الجرحة أمر بقتل الجرحة هذا كلام عبدالله أجلان في حق جميل بايك في 1999 في حوار مع كريس كوتشيرا هذا ما قاله جميل بايك عن عبدالله أجلان عن جميل بايك يعني مجمل هذه الأوصاف قتل الجرحة والإعدامات دون العودة للزعيم وكل هذه التفاصيل يعني مجرم حرب جميل بايك وفق توصيف ولم يقلها عبدالله أجلان لم يقلها لكن مجمل هذه التفاصيل وعلى الاتهامات والإدانات يعني خلص يعني مقام جميل بايك وقت ذاك مقام مجرم حرب والحساسية دائما يعني كانت موجودة بين عبدالله أجلان وجميل بايك وهو من رفاقه القدامى والمؤسسي نفس الحساسية اللي كانت موجودة بين نيشي روان مصطفى وجلال طالبا ربما يعني الأصدقاء العرب ما بيعرفوا المناكفات والحروب اللي شهدها يعني الاتحاد الوطني والمنشق ونائبه السابق نيشي روان مصطفى اتنينات ونتوفوا يعني ربما نصل إلى مرحلة تشبه إلى التراشق الذي حدث بين نيشي روان مصطفى وجلال طالباني أيضا ما يماثله من تراشق بين عبدالله أجلان وجميل بايك هل تفاصيل هاي يعني ما تركها للأيام القادمة هل من الممكن تلافي كل هذه الأمور هل يمكن لجميل بايك أن يتنازل وينسجم مع زعيمه أم لا المعطيات تقول لا تصريحات مراكرة إلى أن تقول لا وفي الأيام القادمة سيصدر يعني تنظيم الحزب في أوروبا وتنظيم الحزب في جبال قنديل وهذا سيصدر شيء مشترك نعم أو لا مع التسوية أو التفاهم اللي أبرمه عبدالله وجلان والاستخبارات التركية هل سيقبلون لا إذا رفضوا خلاص يعني نكون يعني وصلنا إلى مسألة الافتراق النهائي ووقت ذاك ستستخدم تركيا ورقة عبدالله وجلان ضد حزب العمال الكولستاني نهائيا يعني ربما تحدث بعض الافتراقات البسيطة انشقاق من هنا انشقاق من هناك لكن النقطة الأخرى يعني الكثيرون يسألون عن مصير قصد للأسف الشديد قلتها وأكرر انه قصد ومظلوم عبدي وكل القيادات الكردية السورية داخل حزب العمال الكردستاني يعتبرون أنفسهم خدم وعبيد داخل هذا التنظيم يعني نفس الولاء والبراء للتنظيمات الجهادية ما يقول لهم أو يأمرهم جميل بايك هو يعني غير قابل للنقاش والأخذ والرد وبالتالي من الأسف يعني نقول أنه وضع المنطقة أيضا خلال الأزمة الحقيقية التي سيشهدها حزب العمال الكردستاني لاحقا وإضاء قلق ربما جناح من القسد يكون مع جميل بايك وسيكون وجناح يعني يميل إلى كفة عبد الله أجلا وهذا أيضا وارد لا يمكن التكهن بهذه التفاصيل الوضع قلق على مستوى المنطقة الوضع قلق على مستوى الأحزاب والتفاصيل وما آمله أنه المنطقة تجتاد هذه الأزمة والمعمعات وكل هالتنظيمات الميليشيوية التكفيرية اليسارية التي يعني تعاملت مع الإنسان ومع القضايا برخص وما زالت تتعامل برخص تحت شعارات براقة ومقاومة ومناهة الاستعمار ومناهة الإمبريالية والرعس ما يوم من كل هالقصص هاي كلياتها الضحية الأساسية كانت هذه البلدان والمجتمعات والمواطنين والأفراد المدنيين أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي أيضا في مناسبات أخرى وفي مواضيع أخرى سواء باللغة العربية أو باللغة الكردية دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر